من قناة مصر التعليمية أحييكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي والموعد الإسبوع المتجدد وبرنامج مدرسة على الهوى ومادة الدراسات الاجتماعية النهاردة إن شاء الله يا أولاد هنتناول مع بعضينا درس جديد في التاريخ درس شيق هنستفيد منه معلومات لأول مرة يمكن نسمعها بس طبعا عندنا فكرة صغيرة عندناها الدرس النهاردة عن الحضارة الإسلامية طبعا الحضارة الإسلامية أولاد هي أعظم حضارة عرفتها البشرية الحضارة الإسلامية جاءت في وقت كان يسود فيه الظلم والقهر والاستعباد والظلم والجهل العالم جاءت هذه الحضارة لتنير العالم كله الأوروبيون أخذوا هذه الحضارة الأوروبية وطوروها وأقاموا عليها حضارتهم الحديثة حاليا هنتجول مع بعضينا في الحضارة الإسلامية وهنشوف مظاهر هذه الحضارة هنبدأ معكم بالأسس التي قامت عليها الحضارة الإسلامية هنشوف مع بعضينا أسس قيام الحضارة الإسلامية قامت الحضارة الإسلامية على مجموعة من الأسس أولها الارتباط من مبادئ الدين الإسلامي السمحة الحضارة الإسلامية أعزائي الطلاب ارتبطت من مبادئ الدين الإسلامي السمحة لأول أساس لقيام الحضارة الإسلامية الأساس الثاني وهي أن الحضارة الإسلامية حافظت على اللغة العربية اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ووسيلة المسلمين في تحصيل العلوم المختلفة المسلمون كانوا حريصين تماما على نشر اللغة العربية في البلاد التي فتحوها وأقبل الناس على تعلم هذه اللغة لماذا أقبل الناس على تعلم هذه اللغة؟ لأنها لغة القرآن الكريم وآداء لتحصيل العلوم المختلفة بصفة خاصة بعد أن قام المسلمون بترجمة الكتب الأجنبية إلى اللغة العربية كتب الحضارات الأخرى ترجمت إلى اللغة العربية فكان من الضروري تعلم اللغة العربية لتحصيل هذه العلوم أيضا يا أولاد الأساس الثالث الذي قامت عليه الحضارة الإسلامية واهتمامها بالعلم العلم الإسلام منذ اللحظة الأولى اهتم بالعلم أول كلمة نزلت في القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كلمة اقرأ الإسلام دعا المسلمين إلى البحث والتأمل في العلوم الكونية والعلوم الدينية يعني نحن كمسلمين مطالبين أن نبحث في العلوم الدينية وكمان العلوم الدنيوية أو العلوم الكونية مش العلوم الدينية بس لأن طبعا الحضارات تقوم على هذين العلمين العلوم الدينية والعلوم الكونية عاوز أقول لكم يا أولاد الدليل على أهمية العلم في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كان يعفي من يعلم عشرة أو كان يفك أسر من يعلم عشرة من أبناء المسلمين الكتابة الأسير الذي يعلم عشرة من أبناء المسلمين الكتابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفك أسره ودي دليل على أهمية العلم في الإسلام الأساس الرابع وهو الاستناد إلى القواعد الأخلاقية استناد الحضارة الإسلامية إلى قواعد الأخلاق الحضارة الإسلامية قامت على المساواة قامت على العدل قامت على الحرية التعايش مع الآخرين في سلام ومودة الدين الإسلامي دائماً وأبداً يدعو إلى المساواة يدعو إلى الحرية يدعو إلى التعايش مع الآخرين في سلام رقم خمسة انفتاحها على الحضارات الأخرى الحضارة الإسلامية لم تنغلق على نفسها ودائما السؤال دي بيجي في صورة ضع علامة صحة أو علامة خطأ أو صوب انغلقت الحضارة الإسلامية على نفسها طبعا الإجابة غلط لأن الحضارة الإسلامية انفتحت على الحضارات الأخرى انفتحنا على جميع الحضارات أخذنا من الحضارة الهندية أخذنا من الحضارة الرومانية حضارة الفرس أخذنا من حضارة اليونان هذه الحضارات كلها المسلمون نهلوا من علومها في الفلك والرياضيات والكيمياء والطب هذه العلوم التي أخذناها من الحضارات الأخرى طورناها لتخرج بشكل جديد الأوروبيون استفادوا من هذا التطوير وأخذوا هذه العلوم عن المسلمين وأقاموا الحضارة الأوروبية الحديثة دي أولاد اسمها أسس قيام الحضارة الإسلامية أو الأسس التي قامت عليها الحضارة الإسلامية طيب يا ترى الحضارة الإسلامية دي بتشمل إيه عندنا مظاهر الحضارة الإسلامية يا أولاد قدامنا على الشاشة هاتبان إيه هندرس الحياة السياسية أو نظم الحكم والإدارة هندرس كمان الحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية وأخيرا الحياة العلمية والثقافية ليسمها مظاهر الحضارة الإسلامية هبدأ معكم النهاردة إن شاء الله بنظم الحكم والإدارة نظم الحكم والإدارة وتشمل نظم الحكم والإدارة يا أولاد عدة فروع نظم الحكم والإدارة بتشمل الخلافة بتشمل الوزارة الإمارة قدامنا على الشاشة دلوقت الشكل التوضيح هذه نظم الحكم والإدارة بتشمل الخلافة الوزارة بتشمل الإمارة الدووين الحسبة الشرطة القضاء الجيش والأسطول دي يا أولاد مكونات النظام الإسلامي نظام الحكم في الإسلام هنبدأ مع بعضيكم بأول حاجة يا أولاد وهي الخلافة لو حد سألني ما المقصود بالخلافة طبعا الخلافة هي رئاسة عامة رئاسة عامة للمسلمين يبقى الخلافة مفهومها رئاسة عامة للمسلمين في أمور الدين وأمور الدنيا يبقى الخليفة ده بيرأس المسلمين في أمور الدين وأمور الدنيا نيابة عن مين؟ نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام توفى دون أن يختار من بعده من يحكم المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر شورى بين المسلمين لم يختار شخص بعينه ما قالش اختاروا أبو بكر أو عمر أو عثمان رضي الله عنهم لا ترك الأمر شورى النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يرسخ مبدأ إسلامي وهو مبدأ الشورى المسلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تشاوروا في سقيفة بني ساعدة زي ما خدنا في الترم الأول واختاروا أبا بكر الصديق لما له من صفات جليلة في العالم في الأمة الإسلامية اختاروا أبو بكر الصديق على مبدأ الشورى واختاروا عمر أيضا على مبدأ الشورى وعثمان وعلي إذن نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين كان نظاما يقوم على مبدأ الشورى المسلمون يختارون من يرون أنه الأفضل لما جاء العهد الأمو والعهد العباسي تحول نظام الخلافة من نظام الشورى إلى نظام الوراثة يبقى هنشوف مع بعضين على الشاشة مفهوم الخلافة هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث توفي عليه الصلاة والسلام دون أن يعين أحد وترك الأمر شورى بين المسلمين ومن هنا ظهر نظام الخلافة ننتقل إلى الرقم الثاني من أركان الحكم في الدولة الإسلامية ألا وهو الوزارة هل عرفت الوزارة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والراشدين نعم عرفت بالمعنى وليس بالنفذ هنا مهمة جدا حتى دي أولاد خلي بلكم معايا الوزارة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين في عهد الأمويين لم تعرف بالنفذ يعني ما كانش فيه كلمة وزير أيام النبي صلى الله عليه وسلم أيام الخلفاء الراشدين وأيام حتى الأمويين ما كانش فيه لفذ الوزير متى عرف لفظ الوزير بالمعنى واللفز في العصر العباسي عرفت هذه الوظيفة كوظيفة رسمية وهي وظيفة الوزير هنرجع مرة تانية للشاشة ونشوف هنقول دلوقتي أن الوزارة لم تعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو الراشدين لفظا عرفت بالمعنى إزاي يا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه فكانوا بمثابة وزراء للرسول ولكن لم يطلق عليهم لفظ وزير أبو بكر الصديق بالذات أبو بكر الصديق دا أولاد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في كل الأمور وينيبه بالقيام ببعض الأعمال نيابة عنه ولكن لم يعرف أبو بكر أو لم يلقب أبو بكر بلقب الوزير أيضا عندما جاء عمر بن الخطاب كان يستشير عثمان وعلي ولم يلقب أي منهما بلقب الوزير في العصر الأموي استخذ الأمويين مستشارين لهم ولكنهم لم يعرفوا لفظ الوزير عرفت هذه الوظيفة بصفة رسمية في عهد الدولة العباسية لما جدنا سؤال في الامتحان يقول لنا ضع علام الصحة أو غلط عرفت وظيفة الوزير بالمعنى واللفظ في عهد الخلفاء الراشدين أو الرسول أو الأمويين أقول طبعا الإجابة خاطئة لأنها عرفت بالمعنى ولكنها عرفت بالمعنى واللفظ في العصر العباسي أما الركن الثالث من أركان الحكم في الدولة الإسلامية وهي الإمارة هل عرفت الإمارة في عهد الرسول والراشدين؟ نعم كيف كان ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بعض العمال أو الولاة من ضرفه إلى القرى والقبائل التي دخلت في الإسلام النبي كان بيبعث واحد نيابة عنه زي مثلا ما احنا خدنا في الترم الأول عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير مع أهل يسرب ليعلمهم أمور الدين كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هؤلاء الرجال إلى القرى والقبائل ليعلموهم أمور دينهم ويأم الصلاة بالمسلمين نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا هؤلاء بمسابة أمراء في مهمة أو سفراء أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبو بكر الصديق استمر هذا الوضع وعندما جاء عمر اتسعت الدولة الإسلامية عندما اتسعت الدولة الإسلامية عمر بن الخطاب وجد أن الدولة التسعت ومصالح الدولة تعددت فقسم الدولة الإسلامية إلى ولايات قسم الدولة الإسلامية إلى ولايات وعين في كل ولاية والي ينب عنه في حكم الولاية فمن هنا كان نظام الإمارة نظاما قديما قدم الإسلام يبقى لو جلنا تعريف الإمارة يا أولاد انتظر الشاشة دلوقتي عرفت منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان يرسل بعض العمال والولاء إلى المدن والقبائل والقرى التي كانت تدخل في الإسلام دي الرقم التالت من أركان النظام الإسلامي في الحكم والإدارة الرقم الرابع وهو الدواوين الدواوين يمكن خدنا النفذ دي في الترمي الأول يا أولاد وعرفنا أن كلمة ديوان كلمة فارسية في الأصل معناها الدفتر أو السجل الدواوين لماذا أنشأت الدواوين طبعا يا أولاد مع اتساء الدولة الإسلامية وتعدد مصالحها في عهد عمر بن الخطاب مصالح الدولة تعددت السياسية والاقتصادية والابتماعية عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم الدولة الإسلامية إلى ولايات زي ما احنا قلنا من شوية وكمان أنشأ الدواوين لماذا لأن مصالح الدولة تعددت فكانت هناك حاجة إلى هذه الدواوين لتنظيم شؤون الدولة الإسلامية مثل ديوان الخراج وديوان الجند ديوان الجند ده يختص بتسجيل أسماء الجنود وراتبهم ديوان الخراج يختص بتحصيل الضريبة المفروضة على الأرض الزراعية اللي هي ضريبة الخراج يبقى الدواوين يا ولاد نشأت الدواوين في عهد عمر بن الخطاب عشان لابجالي سؤال لمن تنسب الأعمال الآتية أنشأ الدواوين هقول طبعا عمر بن الخطاب لماذا أنشأ الدواوين لاتساع الدولة الإسلامية وكسرة الأمور المتعلقة بها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فكان هذا العمل طبعا عملا عظيما من عمر بن الخطاب حيث أن هذه الدواوين أسهمت في حسن إدارة الدولة الإسلامية طبعا هذه الدواوين التسعت في العهد الأموي والعهد العباسي ظهرت دواوين كثيرة جدا جدا زي ديوان الرسائل وديوان الجهبزة بس الدواوين طبعا ديولات طبعا للقراءة فقط اللي هي في العهد الأموي العباسي نقراها بس ولكن لا تأتي منها أسئلة الامتحان الركن الخامس وهو الحزبة طبعا يا أولاد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرج إلى الأسواق لماذا؟ ليراقب الموازين والمكايل لماذا كان عمر يراقب الموازين والمكايل؟ لمنع الغش عمر بن الخطاب أيضا يا أولاد كان يحس الناس على الالتزام بالآداب العام هذه الوظيفة وهي مراقبة الأسواق والطرقات استمرت في العهد الأموي ولكنها تطورت في العهد العباسي وأصبحت وظيفة المحتسب وظيفة رسمية يعين صاحبها ويطلق عليه المحتسب المحتسب يا أولاد كان يدخل الأسواق كان يراقب الأسواق يفتش على الموازين والمكايل يمنع الغش يعلن أسماء الغشاشين من التجار حتى لا يتعامل معهم الناس وظيفة المحتسب أنشأها عمر بن الخطاب عشان كده لو قال لك من الذي أنشأ نظام الحزبة هو عمر بن الخطاب ولكنها أصبحت وظيفة رسمية في العصر العباسي بل لو قال لك منصب ديني لإرشاد الناس ومراقبة الموازين والمكايل والطرقات والأسواق اللي هو نظام الحزبة ننتقل إلى الرقم السادس من أركان الدولة الإسلامية ألا وهم الشرطة الشرطة هم الجند الذين يحافظون على الأمن والنظام الجند الذين كان يستعين بهم الخليفة في الحفاظ على الأمن والنظام مش الحفاظ على الأمن والنظام بس يا أولاد لأ وملاحقة المفسدين يبقى الشرطة تعرفها هم جند كان يستعين بهم الخليفة أو الوالي لحفظ الأمن والنظام وملاحقة المفسدين سؤال مهم جدا هنا من الذي نظم الشرطة الذي نظم الشرطة علي ابن أبي طالب كيف كان ذلك كيف نظم علي ابن أبي طالب الشرطة عين علي ابن أبي طالب رئيس الشرطة ولقب بصاحب الشرطة يبه هنا لو جلنا سؤال في الامتحان وقال لنا كان رئيس الشرطة في عهد علي ابن أبي طالب أو في العصر الإسلامي يعرف باسم نقط أو يلقب بنقط هنقول باسم صاحب الشرطة طيب صاحب الشرطة ده هل تطورت هذه الوظيفة في العصر الأمو العباسي أيوة يا ولد تطورت الوظيفة دي وأصبح صاحب الشرطة أو رئيس الشرطة من حقه النظر في الجرائم يعني هو اللي ينظر في الجرائم ويحكم فيها وإقامة الحدود وأيضا الحفاظ على حياة الخلفاء يبقى إذن الشرطة هم الجند الذين يقومون بحفظ الأمن والنظام وملاحقة الجناء والمفسدين من الذي أسس نظام الشرطة ونظمه؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه رئيس الشرطة كان يعرف بصاحب الشرطة في العصر الأمو العباسي تطورت هذه الوظيفة أصبح من يلقب برئيس الشرطة يعرف بصاحب الشرطة هذه الوظيفة يا ولد تطورت في العصرين الأمو العباسي أصبح من حق صاحب الشرطة أن يقيم الحدود أن ينظر في الجرائم أن يحافظ على حياة الخلفاء للركن السادس من أركان الحكم الإسلامي ننتقل إلى الركن السابع وهو القضاء القضاء من أهم أركان الحكم في الدولة الإسلامية القضاء بدأ مبكرا في الدولة الإسلامية كيف بدأ القضاء؟ عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بين الناس يحكم بين الناس بالقرآن بما أنزل الله بأحكام الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم أول قاضي في الإسلام حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يحكم بين الناس بالكتاب بالقرآن لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه بين الغني والفقير أو الحاكم والمحكوم يبقى إذن يا أولاد لو جلنا سؤال وقال لنا ما المقصود بالمصطلحات التاريخية الآتية نظام بدأ مبكرا في الإسلام يقوم على الحكم بما أنظر الله في الكتاب والسنة هنقول القضاء لو جلنا سؤال وقال لنا لمن تنسى بالأعمال الآتية أول قاضي في الإسلام هنقول الرسول صلى الله عليه وسلم احنا خدنا من شوية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم الدولة الإسلامية إلى ولايات وعرفنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم الدولة الإسلامية إلى ولايات لاتساء الدولة وتعدد مصالحها وعين على كل ولاية والي يحكم نيابة عنه وأيضا أنشأ الدووين كمان عمر بن الخطاب عين في كل ولاية قاضي ليحكم بين الناس يبقى إذن يا أولاد الذي عين القضاء هو عمر بن الخطاب حيث عين في كل ولاية قاضي طبعا يا ولاد القضاء في الإسلام طبعا لا يفرق بين شخص وآخر الكل سواسية أمام القضاء ولكن القضاء في الإسلام يلتزم بالكتاب والسنة بما أنظر الله وما صدر عن نبي صلى الله عليه وسلم طيب ننتقل إلى الركن الثامن وهو الجيش والأسطول طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في تكوين الجيش لو احنا خدنا بالنا يا ولاد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الإسلام بين أهله ولم يكن هناك جيش يدافع عن الدعوة الإسلامية وعن الدين الإسلامي عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم نزلت آيات الدفاع والجهاد الدفاع عن الدين والدولة فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في إعداد جيش قوي مدرب ومنظم النبي صلى الله عليه وسلم حرص على تنظيم الجيش بنفسه وكان هو القائد الأعلى للجيش النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بتكوين الجيش بعد نزول آيات الجهاد الجيش أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء الرشدين رضي الله عنهم كان نظاما اختياريا نظاما تطوعيا لماذا؟ كان المسلمون يقبلون على التطوع في الجيش أيام النبي وأيام الرشدين حبا في الشهادة كان المسلمين يتطوعون في الجيش أيام النبي عليه الصلاة والسلام وأيام الرشدين حبا في نيل الشهادة في العصر الأمو العباسي بدأ التجنيد يتحول من نظام الاختيار والتطوع إلى النظام الإجباري من الذي أدخل نظام التجنيد الإجباري في الجيش؟ الأمويين وبصفة خاصة عبد الملك بن مروان هو الذي أدخل نظام التجنيد الإجباري في الجيش أصبح الجيش إجباريا في العهد الأموي والعهد العباسي على كل فرد أن يدخل أو يلتحق بالجيش طيب الجيش كان له العديد من الأسلحة أهم هذه الأسلحة السلاح اللي موجود قدامنا على الشاشة دلوقتي هذا السلاح يسمى المنجانيق المنجانيق ده كان من أهم أسلحة الجيش ويستعم به عندما كانت الحروب تدور بين المسلمين وغيرهم خاصة عندما يكون هناك أسوار تحول بين المسلمين وبين الأعداء كانت تستخدم هذه المنجانيق هذا السلاح كان يستخدم هذا السلاح لقسف الأحجار والمواد الملتهبة على الأسوار عندما يصعب اختراقها دي طبعا من ضمن أسلحة الجيش وطبعا الصورة دي عندنا في الكتاب يولاد صورة المنجانيق يبقى إذن لو جلنا سؤاله قال لنا متى ظهر أول جيش مدرب في الإسلام هنقول ظهر أول جيش مدرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو القائد الأعلى للجيش اهتم بتنظيمه اهتم بتدريبه وكان النبي يشرف بنفسه على هذا الجيش نظام التجنيد أيام الرسول والراشدين كان نظاما اختياريا ولم يكن اجباريا في العهد الأما والعباسي تحول نظام التجنيد إلى نظاما اجباريا طبعا لما نتكلم عن الجيش لا يمكن أن نغفل الأسطول الأسطول ده جزء من الجيش يا أولاد الأسطول هي مجموعة من السفن المنطبها الدفاع عن سواحل البلاد أو الدولة الإسلامية الأسطول ده كانت الحاجة ملحة إليه ليه؟ لحنا كمسلمين فكرنا نعمل أسطول إسلامي ليه فكرنا في إنشاء أسطول وبصفة خاصة في عهد عثمان بن عرفان لما فتحنا مصر والشام يا أولاد في عهد عمر بن الخطاب كان الروم أو البيزنطين يهاجمون الدولة الإسلامية كان الروم يهاجمون دولة الإسلام في مصر والشام يهاجمون سواحل مصر والشام فكان من الضروري أن يكون لدينا أسطول مجموعة من السفن كي يدافع عن هذه السواحل ضد هجمات الأسطول البيزنطي ولذلك عثمان بن عرفان كلف معاوية بن أبي سفيان والي الشام وعبد الله بن سعد بن أبي سرح والي مصر أن يتعاون معا لإنشاء جيش أسطول آسف عفوا أسطول فعلا يا أولاد تم إنشاء أول أسطول إسلامي في عهد عثمان بن عرفان طيب هذا الأسطول أسباب إنشاؤه هو الدفاع عن سواحل الدولة الإسلامية في مصر والشام وتأمينها من هجمات الأسطول البيزنطي ما النتائج المترتبة على إنشاء هذا الأسطول بص يا أولاد ترتب على إنشاء الأسطول أولا حماية السواحل الإسلامية في مصر والشام من هجمات الأسطول البيزنطي نمرة اتنين الانتصار على الأسطول البيزنطي في معركة مهمة جدا ومشهورة وهي معركة زياد الصواري سنة 34 هجرية ثلاثة استطعنا عن طريق هذا الأسطول أن نفتح جزيرتي قبرس ورودس يبقى دي نتائج إنشاء الأسطول في فرق لو قال لي بما تفسر أنشاء المسلمون الأسطول الإسلامي هقول للدفاع عن سواحل الدولة الإسلامية من هجمات الأسطول البيزنطي وفي فرق لما يقول لي من نتائج المترتبة على إنشاء الأسطول الإسلامي هقول طبعا ترتب على ذلك تأمين سواحل الدولة الإسلامية في مصر والشام اتنين الانتصار في معركة زياد الصواري ثلاثة أولاد فتح جزيرتي قبرس ورودس إذا كده أنشاء الأسطول الإسلامي في عهد عثمان بن عفان لماذا؟ لتأمين حدود الدولة الإسلامية في مصر وبلاد الشام من غرات الدولة البيزنطية لماذا؟ أو من نتائج المترتبة على إنشاء الأسطول نمر واحد صد هجمات الدولة البيزنطية الانتصار عليها في معركة زياد الصواري فتح جزيرتي قبرس ورودس في البحر المتوسط طيب كده يا أولاد استعرضنا موضوع نظم الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية خدنا الأسس التي قامت عليها الدولة الإسلامية طيب يا ترى الأسئلة بتيجي شكلها إزاي؟ أولا ممكن يجي لنا سؤال على شكل مفهوم يقول لنا ما المقصود بالمفهوم التاريخي أو أكتب ما تشير إليه العبارات ممكن يقول لنا الجند الذين كانوا يحافظون على الأمن والنظام ويلاحقون المجرمين طبعا هنقول على طول طبعا نظام الشرطة طيب لو قال لي رئاسة عامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم هقول على طول طبعا الخلافة نظام الخلافة طيب إفرد قال لي منصب إسلامي يقوم على إرشاد الناس تمام؟ ومراقبة الأسواق والطرقات أنا سمع ناس كتير اللي بتقولي الحزبة تمام؟ أيضا يا أولاد ممكن يقولي ظهرت في عهد الدولة العباسية منصب ظهر في عصر الدولة العباسية رسميا باللفز والمعنى على طول هقول الوزارة إذن المفاهيم التاريخية سهلة جدا 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 أنا من خلال فهمي للموضوع بمنتهى السهولة يا أولاد أجاوب على سؤال المفاهيم طيب دلوقتي لو قال لي انسب الأعمال الآتية انسب الأعمال الآتية أنشأ الدووين أو قال لي مثلا أنشأ ديوان الجند بس طبعا على طول من غير مفكر هقول عمر بن الخطاب طيب لو قال لي أول خليفة في الإسلام طبعا أبو بكر الصديق دي أسئلة كلها متدولة وإحنا عارفينها وحفظينها كويس جدا جدا بكده يا أولاد انتهينا من نظم الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية الحلقة الجاية إن شاء الله هنتناول النظام الاقتصادي والاجتماعي سعدت بكم إلى اللقاء